فيما تنتصب أعلام الإمارات وصور حكامها على عدن وطول الساحل الغربي كان للسعودية نصيب آخر من الكعكة التي سهل تقاسمها والاستحواذ عليها المهرة الغائبة يمنيا والحاضرة في الصراع الإقليمي هذه المحافظة التي كانت قبلة رئيس الوزراء عقب تعيينه مباشرة وتجاوزت إعصار لبان لكنها لم تتجاوز الأعاصير والتجاذبات الإقليمية باتت اليوم واجهة لعنف سعودي بعد استقدام الرياض قوات من جنسيات أجنبية تحت ذريعة وهمية في محافظة كانت تنعم بالاستقرار هكذا يلخص التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في المحافظة مؤكدا أن السلطات السعودية منعت أبناء المحافظة من الالتحاق بالقوة العسكرية والأمنية يضيف التقرير أن القوات السعودية أدخلت السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط إلى المهرة ووزعته على جماعات مشبوهة وحولت مطار الغيظة وميناء نشطون إلى ثقنات عسكرية القوات السعودية بحسب التقرير باتت تمارس انتهاكات ضد السكان المدنيين من اعتقال وحبس خارج الحدود اليمنية التقرير تحدث صراحة عن مصير محافظة المهرة التي أصبحت واحدة من القطع المتناثرة من الجسد اليمني الذي يتمزق أمام القيادة الشرعية للبلاد والعالم لكن التقرير أزعج سلطات المحافظة ووزارة حقوق الإنسان فأصدرت بياناً تعبر فيه عن رفضها القاطع لما أرده التقرير وإحالة مدير مكتب الوزارة في المهرة للتحقيق لكن الأجندة المتقاطعة في اليمن لم تعد خفية على أحد وباتت محكومة بميليشيا جماعات مسلحة تدير حرباً بالوكالة وتسعى لتحويل اليمنيين إلى قوى غير فاعلة تراقب انهيار البلد وتلاشيه إلى غير رجعة ما تريده السعودية من المهرة هو الذي تريده الإمارات من عدن والساحل الغربي وهو ذاته الذي تريده إيران وميليشيا الحثي من صنعاء كعاصمة رابعة تحت سيطرتها فقد أصبحت السعودية تمارس في المهرة نفس الدور الذي تمارسه الإمارات في عدن وباتت المحافظة تخضع عسكرياً وأمنياً لسيطرة المملكة كما تسيطر على كافة منافذها أخذت الرياض من أبوظبي كل أدوات العنف ضد اليمنيين بعد أن أمنت جانب شرعية لكن المهرة لا تزال تمثل اختباراً حقيقياً للأحزاب والقوى السياسية المستقلة أو التي تطالب باستقلال القرار والإرادة اليمنية فهل لا يزال الوقت متاحاً؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر